خمسة أسئلة لا يحبها الرجل ما هي؟ تعالوا لنكتشفها في هذا الفيديو الجديد لكن في البداية اضغطوا على زر اللايك وقوموا بعمل مشاركة لرابط الفيديو السؤال الأول هل تعجبك هذه المرأة؟ كم مرة ضبطت زوجك متلبسا وهو ينظر إلى امرأة أخرى؟ هذا السؤال من الأسئلة المثيرة التي قد لا يحسب لها الرجال حسابا لا تقلقي فهو لن يتركك من أجل امرأة أخرى بل تعد هذه العادة السيئة شائعة بين الرجال لكنهم يكرهون بالفعل أن تقوم بتحويل حياتهم إلى جحيم بسبب هذا الخطأ المتكرر إذا نظر إلى امرأة أخرى لا ينبغي أن يثير هذا لديك شكوكا حول وفائه أو جمالك السؤال الثاني بماذا تفكر؟ هذا من الأسئلة التي لا يحبها الرجال المرأة تشعر بالقلق الخوف وعدم الأمان كلما رأت زوجها صامتا سوف تعتقد أنه يعاني من مشكلة لا حلالها أو أنه يفكر في تركها إذا كنت ترغبين في معرفة ما يفكر فيه زوجك حقا عليك أن تظهر له استعدادك لتحمل الإجابة مهما كانت لأن هذا الموضوع معقد للغاية وإذا اختار الصمت فذلك يعني أن كلامه قد يحزنك أو يسبب لك القلق السؤال الثالث ما رأيك؟ هل أصبحت بدينة؟ هذا السؤال يطلق عليه الرجال اسم السؤال الفخ لأن أية إجابة يقولها لك ستؤدي بلا ريب إلى مشاجرة إذا قال لك نعم لقد زدت وزنا ببعض الكيلوغرامات سوف تغضبين وتسألينه ألم تعد معجبا بي؟ وإذا قال لا أنت جميلة سوف تتهمينه بالكذب السؤال الرابع لماذا انتهت علاقتك السابقة؟ إذا لم يبادر الرجل بالتحدث عن تفاصيل علاقاته السابقة فلا تضعي نفسك في هذا الموقف وتسألينه عن النساء الأخريات السابقات في حياته هذا سؤال لا يحبه الرجال السؤال الخامس لماذا تفضل تنضية الوقت مع أصدقائك أكثر مني؟ عندما يقضي الرجل بعض وقته مع رفاقه لا يعني ذلك أنه يشعر بالملل من حياته معك كما لا يحب الرجل مقارنة زوجته بأصدقائه لأن العلاقة معهم تختلف تماما عن العلاقة معك وأنت صديق المشاهد أكتب لي في التعليقات ما هو السؤال الذي لا تحب أن يتم طرحه عليك؟ ترجمة نانسي قنقر